في معلومات عم تنحكي أنه في تواصل إماراتي أمريكي فرنسي مع الرياض بخصوص رئيس سعد الحريري وأنه هذا التواصل إيجابي وقد يترجم قبل عودته على لبنان ممكن يزور بيروت بـ 14 شباط بعد شهر ما سمعت أي شيء منها قبيل ما فيش شيء منها أنا ما سمعت بركي في شيء وأنا ما سمعت بس أنا شخصيا ما سمعت شيء من أي من هالأطراف حول هذا الموضوع حكيم ماذا عن العوامل الخارجية بالاستحارة الرئاسية نحكي عن الاجتماع الرباعي فرنسي أمريكي سعودي قطري نحكي عنه آخر الشهر الله يوفي وأنه هذا الاجتماع سيضع مواصفات دون الدخول بالأسماء وفيه مثل نوع من الباكتج يعني مواصفات رئيس جمهورية مواصفات رئيس حكومة وحكومة وهذه العوامل التي قد تعطي المجتمع العربي الخليجي والدولي الثقة بالوضع اللبناني لكن سيد جورج خبرية يمكن خبرها قبل هلأ ما في فريق لبناني يعني فيه كان بس عم بحكي هلأ يعني صلة وهلأد وسيئة بالمملكة العربية السعودية أدنى أنت عارف من سنة 2016 مملكة ما كان بدأ أبدا من الشرعون عبدنا هلأ طلقوا كل العالم تعرفها هالي برضو رحنا وانتخبنا من الشرعون هلأ مثلا مش حزب الله إذا بيجوا كل دول العالم بيحكوا مع إيران ما تفكر إيران بتحدد يعني من بدي يكون رئيس بلبنان بترجع إيران بتحكي مع حزب الله وبتسألوا أنه مين أنسب شيء لأنه أكيد أهل مكة أدرب أشعابه هيك السعودية بتتعامل معكم كقوة هيك السعودية بتتعاطى معهم من زمان وفي جي مش هلأ وبس يعني بس هلأ من جديد بس كيف بتتعيبوا على حزب الله علاقتهم بإيران لا 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 أنتوا بالسياسي عمقول لا 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 غير شيء نحن يعني إيران السعودية ما بتصرف لنا 50 مليون دولار بالشهر ولا بتسلحنا ولا بتعطينا سلاح ولا بتقلنا نعمل عمليات ضد سوريا ولا ضد غير سوريا ولا بسوريا ولا مع الأسد ولا كل هذا كله مش موجود نحن نقطة التلاف الأساسية هون بس تكفيلك تكفيلك بس وبالتالي فيك تسمع قد ما بدك إنه اجتماعات ربعية وخمسة بلك الله يوفي بصير بتطلع حول مني إذا شوف إذا أنا بني شيء ولا كلها الأخبار بها الجرائد بها شيء إيه أوكي في بعض أصدقاء لبنان بيترح إنه لازم بصير انتخابات رئيسية وبتوقف هون عند الحد بس اللي بيحدد مصير انتخابات رئيسية هن واحد اثنان اثماني نواب بالمجلس نياب اللبناني والكتلة الرئيسية بس التوافق أو الدفع الإقليمي والدولي ألا ينتج يعني دايما فيه موضوع له على اسمه تسوية له توافق إقليمي دولي ينسحب على الداخل يعني هيدا بالواقعية السياسية ما هي اللي كيف هيدا نسحب على الداخل سنة الـ 2016 على سبيل المسير ده الحصر صار مرة واتفق الدوحة لأنه على أثر ميني حرب أهلية صارت واجتمعوا بالضاحة وثائبت هاك وصارت هاك بس 2016 لا ما نسحب أبدا بس لو كان فيه سبب بس ما كان فيه غض نظر تقدرتوا أنتوا كمكونات يلي أنتوا حرفاء لجهات أخرين دولية الأمريكيين كان بدهم أنا عام بقول لك لا ما كان بدهم أبدا ما تفكر بنهاية المطافة العوامن المحلية هي اللي بتحدد مسار الأمور بس هم يكون فيه عوامن بس سألك أكتر منيك بالأخص بالوقت الحادث لك واحد هتفكر ما بعرف بعض الصحفيين شو بيكبون واحد هتفكر حدا بيله بلبنان هلا يا عمي الناس كلها بيحالة بالوقت الحادث في ميني حرب عالمية أوكرانيا لا لا حرب عالمية صحيح أمريكا ما جيبت الجيوشها وإلمانيا ما دخلت جيوشها ولا فرنسا بس كلهم فيتين فيها من جهها وروسية ومن يحالف روسية إيران هلا تفضل دخلت فيها وهاي دي بتستجدر خطوة تاني والخطوة التانية خطوة عالم بالنهونية ما حدا بيله وعرف أحد بيله بعض اللبنانيين بفكروا إن إحنا محور الكون مش مزبوط ما حدا بيله